بسم الله الرحمن الرحيم ايه رأيكم نشوف الاسم دوت التعامل ازاي بصب الشمع على الفلين شوفوا ما بعد كده الاسم المسلمة الكوية هو بسم الله الشمع وخاطعة الفلين بالشكل دوت طبعا يا جماعة نحرس المسلمة الكوية ونكتب هنا الاسم بالمقلوبة جماعة عشان ما تصب بيباب المعدول ان شاء الله مزبوط على مزبوط على الوضع الطبيعي هذه السين الف وهذه الراء وهذه الهاء المربوطة طبعا يا جماعة نحن نعمل ايه؟ بالناء الكوية سخنة والتاكل في الفلين بالشكل دوت بتعمل مكان غائر في الاسم او عمق تعمل عمق في الاسم تيجي الصب عليها مساد الشمع هوت مساد الشمع هوت مساد الشمع هوت بفره من الفلين بس يا جماعة بريح طبعا عشان ايه ما تطعش مني لان الشمع بيقزأ في الفلين هوت بفره واحدة واحدة كده طلعت الاسم جماعة ما شاء الله كده بنظف الشيابه هوت جما انت شايفين الزيالية بتاعت اللي ايه؟ ايه الصب تاعته الاسم ما ان شاء الله طلع جميل جدا قالي الاسم هوت بعد ما ايه؟ اه اصطة الارضية بتاعته اللي هي فيه يا جماعة عشان يظهر ان هو مجسم بالشكل دوت او مثبت على الارضية تحت زي اليدنجيلة كده اللي بلونه باللون الاحمر هوت طبعا الاسم بارز مكان الصب بارز العمقة الغائلة في الفلين مديني سمك او سري دي بتاع الاسم ولا بقى ازبط الارضية بتاعته هوت برضو الارضية اللي تحتها مسكة الحروف كلها في بعضها بالشكل دوت ايه يا اهوت في النهاية يا جماعة انعجبك الفودي وياريت رايك وشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة